في ناس معارف وفيه أصدقاء دايماً تبقى وسط ما تبقاش رايحة قوي للشخص ده ما تبقاش عشمال قوي أيو بس الواحد ساعات بيحتاج صديق ونصيحة مش ممكن يا سامح ممكن أنت استثناء عشان نمسك الخشب أنت ومراطر عاملين المعادلة الصعبة أنتوا أصحاب بعض الأنتين بس لو أنت زعلان منها طب ما أنا جوزي صحاب جدا بس أوقات ببقى زعلانها واخدعها لخاطرين متضيقة آه يعني أفطفط بقى حاجة هو أعمالها بيقيتني فهقول لي مي ما دي إشكالية فضيعة قوي شيري ما أنت عندك حق أنت ساعات عايزة بتبقي تحكي طب وإنت إش ضمنك باللي إنت بتحكيله ده هيعمل إيه بعد كده فإشكالية فضيعة يعني طب أقول لي علشان كده الحل من النفس إن أنا مش هفطفط قوي ده حل لها صحيح ده حل لها لأنك مش ضمن اللي قدامك أنا بطولي هاد كنت متخيلة وفاهمة وعندنا كده صورة ذهنية منطبعة إنه الرجالة بتحافظ على الأسرار أكتر من الستات ودايما شايفين إنه علاقات الصداقة بين الرجالة أقوى وأنتم وما فيهاش تفهات وخشوا في الموضوع يعني دايما كده ستات تفهزوا إيه؟ صحبات الرجالة مديلة مميزات غير الستات وبيحافظوا على الأسرار أكتر ما يلبلبوش كتير الكلام ده كله غلطي لا يا شيخ لا والله دراسة الإنجلي زي يعني كلامكم إنتوا قريب في مجلة إنجلي زي بتقول لك كيف بتقول لك إن الستات ممكن تؤتمن على الأسرار وإن الراجل بيحتفظ بالسر بصه كارثة سواء راجل ولا ست بصه الراجل يحتفظ بالسر ساعتين وسبعة واربعين دقيقة قبل ما يقوله لحد تاني في حين إن الست هتمسك على نفسها شويتين وتستنى ثلاث ساعات ونص قبل ما تحكي السر لحد تاني لا بس مش حال لا يا شيخ لا لا أنا أشك في الدراسة حتى من كل عشر رجال قالوا إنهم خسروا صديق علشان أعلنوا سر خاص بالصديق ده مقابل تقريباً تقريباً اتنين ونص من الستات يعني الستات بيحفظوا السر أكتر من الراجل الدراسة بتقول كده ده اللي بيقول كده تعرفة ليه؟ لأنهم بيناموا كتير ياه شوف أنت كانت نايمة كده تلات ساعات بعدين ساعت أول سنة صح؟ الرجالة بتقول ما يا ساحب تزم بخليه ربنا لا بس أنا أشك في الدراسة لا إحنا معروفة عندنا أن الستات هم اللي بيتكلموا دايماً على طول بيقولك لا بس الدراسات بتقول كده 92% من الرجالة اعتبروا نفسهم أهل للثقة وممكن يحفظوا السر مقابل 83% من الستات يعني نظرة الست لنفسها هي شايفة نفسها أنا ما أقدرش أحفظ سر وما أتمنش على الأشياء الراجل هو شايف نفسه أعظم في الحتة دي مع أنه ما بيتبلش في وقفولة أكتر من الست يعني نظرتنا عن نفسنا إن إحنا ما بنحفظش سر بس أنا أشخاصي مثلاً ما أعرف أحفظ الأسرار قامت جداً لكم ساعة؟ جداً لأنا سنين برافو ولا الهواء ما تلحلحنيش أبداً ولو خالد يعرف يقولي وأنت كنت يعرف أقول له إنسا مهي ما قلت ليش؟ أقول لك ليه؟ يعني لو فيه أسرار فيه طرف مالوش دعوة بي أنا وهو أستأمني خلاص أنا مالي بعد مش موضوعي مش رصتي فأسكت خلي بلكوا جماعة من الرجالة أبداً